بدوره أكد وزير البترول والتروة المعدنية كريم بدوي خلال المؤتمر أنه لا توجد لدى الحكومة أي خطط لتحريك أسعار البترول خلال الأشهر الستة القادمة موضحا أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا قولة واحدة عشان بس أكون واضح فيها أن احنا معدناش أي خطط لزيادة أسعار المنتجات البترولية خلال اللي هو سلطة الشهر اللي جاية كما يعني ذكر الحقيقة وعلان دولة الرئيس يعني في مؤتمر من كم يوم الحاجة الثانية اللي هو هرجع على قصة اللي هو التسعير احنا الحقيقة الاهتمام اللي هو الأول أن احنا نزود اللي هو الانتاج المحلي لأن نكلم عن العوامل اللي هي بتؤدي إلى الفجوة بين اللي هو سعر تكلفة المنتج وسعر المنتج نفسه وعشان كده احنا كل مجودتنا الحقيقة متركزة على العمل على زيادة اللي هو الانتاج فبالتالي ده يقلل اللي هو الفاتورة الاستراضية للمنتجات البترولية اللي هي في الآخر بتؤثر على التكلفة اللي هو النهائية للدولة وفي نفس الوقت برضو احب ان انا اوضح ان حتى مع اللي هو الزيادات اللي هي تمت دي الدولة النهاردة بتدعم المنتجات اللي هي البترولية وهنا بتكلم على مجرد حتى اللي هو البنزين ٢٩ و ٩٥ والصولار والثمانين يعني بنتكلم حتى النهاردة اليوم ده بنتكلم في حدود عشرة مليار جنيه كل شهر دعم موسيقى